اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بدعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للأعمال الإنسانية والخيرية وعبر مشاريع حضارية بارزة ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا وقدمت للعالم أجمع نموذجا إنسانيا وطنيا رفيعا وأعربت معاليها خلال استقبالها سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن بالغ التقدير لإسهامات المؤسسة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤكدة الدعم النيابي لعمل المؤسسة وتعزيز التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الخيرية الإنسانية وإبرازها كنموذج بحريني متميز في المحافل الدولية واستعرض الدكتور مصطفى السيد أبرز أعمال ومشاريع المؤسسة في التصدي لفيروس كورونا والمشاريع المستقبلية ضمن رسالتها الإنسانية والوطنية وبرامجها النوعية للمكفولين من الأيتام والأرامل وسبل التعاون مع مجلس النواب وما تشهده المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة